موسيقى وفرف المعروض من السلع في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تواصل وزارة الداخلية فعالياتها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع إحكام الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار التخفضات على السلع في إطار المبادرة تصل إلى 60% موسيقى ويشارك في هذه المرحلة الممتدة منذ شهر رمضان 28 سلسلة تجارية بإجمال 1221 فرعاً على مستوى الجمهورية نحن موفرين معظم السلع زي الرز وزي الزيت وزي السكر بأسعار مميزة ويحاول نحافظ طبعاً على تواجد السلع بسفة دائمة وبأسعار مخفضة وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات مبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفضات كبيرة ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة أنا شايف أن ما شاء الله متوفر كل حاجة الأسعار كويسة مقارنة من أن الناس بتستغل وترفع في الأسعار والحاجة متوفرة جداً وكل حاجة بصراحة مبسوطة منها يعني مبادرة أسعارها كويسة هو إحنا بالنشط سيادة الرئيس أن المبادرة تنتشر أكتر وأكتر والأسعار تتوفر عطول طول السنة فعلاً أسعار رخيصة جداً 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 أنا بنصح الناس يجوا اللي فيها حاجات المبادرة بتاعة سيادة الرئيس السلح كلها هنا فيها تخفيضات والعملية متوفرة خالص وبشكر سيادة الرئيس وتم إقامة أربعة معارض رئيسية في إطار المبادرة تتوفر فيها كافة أنواع السلح بجودة عالية وبالأسعار المخفضة أنا تقريباً ما فيش حاجة مش موجودة الحقيقة كل يوم تغطي بالذات طبعاً الحاجات الأساسية اللي بالبيوت بيحتاجها أنا طبعاً بشكر سيادة الرئيس جداً على المبادرة دي وعلى أننا بالسلح والمنطقات نتوفرها بأسعار مناسبة بتلبي احتاجات الموت أسعار في المتناول وغير أسعار براء أرخص من براء كتير يعني فيه حاجات لا فيه فرق واضح فيها المبادرة كويسة جداً 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 وجميلة ملبية كل احتاجاتنا وكل حاجة فالأسعار كويسة قوي الأسعار في المتناول الجميع كويسة جداً صراحة يعني في الصياق ذاتي تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذاً سابتاً ومتحركاً تابعة لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت المبادرة تأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع اشتركوا في القناة